بسمي الاهب والابن والروح القدس الالهي الواحد امي خليني احكي لكم حكاية ممكن ان سمعتوها الصبح في قداس اللي حضر القداس بس بتوارين قد ايه احنا ماشيين في سلسلة بناخد كده تعبيرات للقديس بولس الرسول قرارها كتير لسبب النهاردة ناخد تعبير قال كده واما الان واحد كده جر خط في الزمن وقال اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية خصة بتقول كده ان الاسكندر اكبر جاله واحد كان محتاج فعلا فقال له انا محتاج فلوس قال روح للرجل المسك الخزنة وخد منه زي ما انت عايز اي كمية اي حاج فطلب مبلغ كبير جدا واخده جي الراجل المسؤول عن الخزنة دوت دخل الاسكندر اكبر قال له يعني انا كنت بصراحة متردد اديله طلب حاجة كبيرة قوي انت ليه اديته الكلام ده كله ليه قلت له يعمل اللي هو عايزه قال جملة جميلة قوي قال له كده لانه طلب مني كملك عظيم فاعطيته كملك عظيم كتير اوي نيجي قدام ربنا وعايزين ننجح في الامتحان عايزين نخف نطلب حاجات مش وحشة ومش غلط بس صغيرة اوي كنبيرد هو مين هو عايز الدني حياته كلها وانا اقوله انا مش عايزها او خليها كتير عليا الديني بس نجاح الديني فلوس الديني مش عارف ايه النهارده ناخد تعبير دواد بع القديس بلوس الرسول هناخد بعض الايات اللي قال فيها اما الان بس اهم حاجة نبقى حاطين عينينا انه هيديني ايه يحط خط كده عشان يفصل بين حاجتين في حياتي زمن قديم وزمن جديد وعايزين نبص عليهم بقى تاريخيا في الكتاب احنا تكلمنا قبل كده على كلمة عالمين هذا قلنا الفرق بين تكوين اتنين وتكوين تلاتة تكلمنا على الفرق بين تكوين حداشر بقى البلدة الانسنة واعمال اتنين ازاي ان في واحدة فيهم يقولوا اما انتم الناس دي كلها كوم انتم ولادي اما انتم مختلفين نهارده قديس بلوس الرسول عايز يحط خط كده بين العهد القديم والعهد الجديد يقول لهم احنا عارفين احنا في العهد الجديد قبل ما نبدأ في العهد الجديد والقديم بصوا كده معايا اللي معايا انجيل يفتح افاسوس اسخح اتنين وعدد اتناشر بيقولنا لا لسه في كنيسة العهد الجديد في ناس مش عارفين يحطوا خط لسه عايشين في العهد القديم جوه الكنيسة كل رسالة غلطية بتقول ايه ناس عايشين في العهد الجديد على الورقة والقلم لكن الواقع لسه عايشين في التهود عشان كده يقول لنا ايه بوليس الرسول في افاسوس اتنين اتناشر انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح اجنبيين اللي معرفش يحط الخط بدون مسيح اجنبيين عن رعاوية اسرائيل غرباء عن العهود الموعد لا رجاء لكم وبلا اله في العالم يبقى البوليس بحط خط كده يليك رجاء يا ملكش رجاء اجنبي وغريب عن المسيح يا اما في المسيح مش حاجة اقل من كده اول مرة قالها لقيت ترتيب حتى كتابة اتبير رقا اول ايه اللي موجودة على السكرين ده من روميا ثلاثة واحد وعشرين خلينا افكركم احنا درسنا روميا كذا مرة اللي حضر معنا روميا قديس بوليس بيكلم الناس ازاي انه التلات مجموعات اللي من الناس هناك كان فيه يهود متنصرين امم متنصرين امم تهوضوا وبعن بقوا يهود يسموهم يهود دخلاء طب ايه المشكلة التلاتة بيتخنقوا انا احسن واحد ليه انا طول عمر يهودي ولما جاء المسيح بقيت مسيح الامم كانوا من بيت قيصر ولاد ناس احنا ولاد ناس وبقينا بولاد المسيح فاحنا احساب منهم كلكم اليهود الدخلاء احنا كنا ولاد ناس وبقينا يهود وبقينا مسيحيين فبوليس عمل استراتيجية جميلة قوي في الرد يرد عيننا كلنا صاح الاولاني والتاني قال كده لو انت اممي وبتقول ان انت ما عندكش نموس احنا عملنا نموس كل بلد لها نموس لها قانون وكلنا كسرنا القانون اللي احنا عملنا لنفسنا صاح تلات قلنا حتى لو انت يهودي الله هدك نموس وانت كسرت برضه عشان كده يجي في تلاتة سبعة وعشرين اينا بتفتخروا بايه الجميع عزاغوا وفسدوا واعوازهم مجد الله طيب عايز يقولي جيبقى في حتة في واحد وعشرين يجر خط كلكم مهما كانت خلفياتكم انتم محتاجين حاجة كبيرة قوي اللي فات مدها الكيوش تعالوا نقرها بقى مع بعض واما الان فقد ظهر بر الله فاكريني قصة اللي حكناها من شوية بتاعة الاكساندر الأكبر احنا مش ناخد اي بر ناخد بر الله فاكروا فيها كده ثواني الله مش هيديني بر ذاتي مش هيديني بر النموس هيديني ايه بر نفسه فاكرين كده في كرونس تانية خمسة واحد وعشرين بولس الرسولي يقول لنا ايه الذي جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا عشان يبقى ايه لكي نصير نحن بر الله فيه يبقى لانا حاخده ده مش حاجة بتاعة بناءة بين اما الآن فقد ظهر بر الله عشان يحن نبقى ايه لكي نصير نحن بر الله فيه تعالوا بس نقف عند كلمة بر دي ونفهمها بس نقلق وقيت الآل قوي اما الآن فقد ظهر بر الله بدون النموس مشهودا له من النموس والانبياء واللي في بداية جديدة لو انت اخنقتك القديمة انت تبع فلان وتبع علان انت ابن ناس وانت ابن بيت قيصر وانت ابوك في الريسي ابن فلريسي زي ما كان بوليس نفس بيقول حط خط وابدأ بداية جديدة تعالوا نفهم بقية الآية وبعد نرجع لكلمة بر الله دي لانها جميلة بيقول كده بدون النموس يعني ايه بدون النموس يعني المسيح لما جي جي يعمل ايه ما جايش يعمل نموس جديد ما جايش يطبق نموس جديد ما لجاي ايه قال كده في ملء الزمان بوليس برضو في غلطي اربعة اربعة عمل ايه جي من امرأة مولودا تحت النموس لكن مش بالنموس بيكمل بعد كده جملة غريبة مشهودا لهم النموس يعني ايه كل النموس كان بيشاور على مين الزبيح الحقيقي الانبياء بيثوروا على ايه على المسيح المنتظر لشكده بيأكد انه بدون النموس لان بر الله ملوش علاقة بالنموس يعني ايه ملوش علاقة بالنموس هل قصر النموس المسيح قال ما جئت لانقد بل اكمل بس عمل حاجة تانية بر الله جي على الصريب قال لنا ايه قد اكمل كل خطيانة اتغفرت كل اللي كان الصق الذي كان ممسك علينا اتقطع يقول لنا كتاب بولس الرسول في كلوسي 2 انه مصدق الصق الذي كان علينا في الفرائد يبقى بر الله ليه بدون النموس لانه وفى النموس بلقول ايه في القدس الاغري اكملت نموسك عني يعني ايه يعني خط بر الله قضيس يحانا زي بالفهم المعلق على الاية بتاعت بر الله دي يقول اوعوا تكونوا فاكرين هتاخدوا حاجة مش بصنعة ايدي هناخد حاجة اسمها بر الله وشكد يرجع يا رجعنا بولس تاني نفس الرسالة خمسة واحد يقول لنا ايه فروميا اسقط تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله ايه بس عدل مش زي عدل الناس عدل الناس يقول ايه خش السجن عملت كذا يعدم عمل كذا عدل الله مختلف تماما يعني ايه يقول بولس الرسول لكي نصير نحن بر الله فيه لما نقرأ كده في اي قموس عبري زاداك دي حاجة كت معوجة وعدلتها الناس دول كان عليهم دين وراح الناس دول كانوا ماشيين في السكة غلط وانا صلحتهم وشكد نلاقي يوم الجمعة الكبيرة فيه وعزتين جمال قوي للقديس السنسوس الرسولي كل واحدة كده تات ربع بجرافات من ايران في كنيسة واعظة الاولانية في الساعة الثالثة تقول لنا ايه احنا كنا اموات كنا عايزين واحد يجي يحيينا هتقوموا من الموت ولا امنا فيجي الساعة حتى عشر يقول لنا ايه الاموات قاموا بس عندهم امراض كتير محتاجين الطبيب الحقيقي يشفيهم اخوة ده بر الله اقام الاموات وشفاهم من الخطيئة وموت الخطيئة عشان كده ما يقول اما الان فقد ظهر الجميع الاول زاغوا وفسدوا اوازهم مجد الله يبقى محتاجين حد يعدلهم مش يبهدلهم تعيين حد يردهم الى حضن الاب ليه كل مرة زي ما قلت لكم نفتح الستر بقول كده الرسالة وصلت عايزين تروحوا فين عايزين نبقى في حضن الاب طيب مين اللي في حضن الاب الابن طيب انتوا في اخر قدس تعملوا ايه نتناول احنا والابن ايه واحد دخلنا هو يلا حضن الاب عشان كده قال لا يقدر احد ان يأتي الاب الا بيا مش كلام حلو ده الواقع عشان كده مركز العبادة في الكريسة الافخارستية اللي بتعمل ايه يجي المسيح يجي معنا يحطونا في حضنه ودخلنا في حضن الاب اما الان يقدر ابرر يقول لي بقى في الاول وفي الاخر انت عايش بر الله ده ولا في كل موقف كل اخناء جوه البيت وفي كل حتة لازم ابرر ذاتي كتير قوي يبقى عايز عايز الناس دي تقتنعنا نصح مهما كان فنجاي ابرر ذاتي يقول لي مهما بررت ذاتك ستفقد بر الله فالاختيار بين بر الله وفي بر النموس وفي بر ذاتي عايز اني واحد فيهم اما الان فقد ظهر بر الله خلي بلكم الالات اللي فاتت كبت خصصنا كاشخاص اما انتم وعلمين هذا اما الان بتعمل ايه بتقول لي انت حياتك ممكن تتقسم نصين قبل اما الان وبعد اما الان كتير قوي نبقى عاديين في الكنيسة جنب بعض يمكن اخوات ولا زوج وزوجة ولا اصحاب ومش غافر من عشر سنين وخمستاشر سنة وعشرين سنة فين بر الله موجود في الكتاب مش موجود في حياتي تعاوني اخد ايتين تاني ونمشي خطوة لقدام في رمية ستة يقول لنا كده واما الان تاني تعاوني اقراها قبلها بشوية رمية ستة رمية ستة من الحاجات الجميلة قوي فيه انه رفع الكنيسة فوق قوي يعني يجي كده في عرض 14 يقول لنا كده لان الخطيئة لان تسودكم لانكم لستم تحت النموس بل تحت النعمة نقوله وقف ده الخطيئة سيداني ومكسراني من سنين مش قادر سامح ده ومش قادر اخفر ده ومش قادر بطل الحاجة الفلانية والحاجة الفلانية يقول لي انت حطت نفسك فين تحت النموس مش تحت النعمة انت مش واخد بر الله هو متقدم لك لكن انت عايش بالبر الزادي بتاعك كل موقف برر قول انا ما عملت شو مقصود شو فمتوني غلط كل الكلام ده وكده بيقول لنا ايه بعدد اتنين وعشرين واما الان اذ اعطقتم من الخطيئة ووقف شوية كده وفكر فيها انت لسه مستعبد للخطيئة ولسه مستعبد للخطيئة يبقى اما الان بتاعتك لسه مجادش فيه ناس بتقعد بالسنين ما تعترفش وفيه ناس تقعد بالسنين تضحك على نفسها بتعمل ايه ريبورتينج بروح اقول اللي هكمله انا عملت كذا وبعمل كذا وطلع اكمل انا بس بقول لكم عشان تبقوا عارفين عشان لو حد قال يبقى انا قلت بسان مش تايب انا مش واخد بر الله يقول لهم كده وصرت مع عبيدا لله فلكم صمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية يقول لي حط خط على الخطية صدقوني احنا نسمع كتير عن الاعتراف قليلون جدا يعترفون بأمانة ممكن لقيوا بقوا عقفين عندهم طوابير بيقعدوا بالساعات ولكن اللي بيعترف بأمانة اللي بياخد فعلا ويطلع مستمتع ببر الله وليلين قوي للأسف على فكرة مش على مستوى الأشخاص بس حتى على مستوى الكنائس لكم حاجة للأسف محزنة بس ده تاريخ في الكنيسة البيزنطية عندهم حد يسموه حد الأورتوكسية الحد ده يلعنوا القديس ديوسكوروس والقديس سويرس الأنطاقي بعد ما عملوا حوارات كتير بين الكنيس فقالوا من الصالح في ناس بقى مثل هم اللي بيحبلوا يوقفوا كل المراكب في السيرة قال لك ما ينفعش ليه قال لك بقالنا 15 كرن بنيجي في القداس نلعن الناس دول هنقول لعيالنا ايه بطلنا شتيمة تلعوا كويسين في الآخر تخيلوا دي دي ممكن توقف حوار بين كنايس منقسمة من 15 كرن مش هبطل شتيمة ومش هقول لنا آسف احنا بنلعنهم في القداس هنكمل منلعنهم أريح لنا بدل ما نقول لعيالنا كنا بنعمل حياة غلط تخيلوا ان ده حوار بين الكنيس مش بقى بين الأشخاص بوليس بيقول لنا كده أما الآن إذ أعطقتم من الخطيئة ممكن تقول لنا آسف بعد 15 كرن وبعد 100 سنة وبعد أي حاجة أما الآن إذ أعطقتم من الخطيئة وصرت مع بنا الله فلكم صمركم للقداسة فين صمرك فين صمرك وصامحوني استمري مشيلي بوريلي للناس في الكنيسة صمري أول حاجة هو البيت صمركم للقداسة لما بوليس قال لنا كده في عبرانين 12-14 أنه إتباع السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يرى الله ما عندنا إسمه قداسة ونشوف ربنا هنا وهناك عدم قداسة ونشوف ربنا ولا هنا وهناك وما فيش قداسة مفهاج صمر وأما الآن إذ أعطقتم من الخطيئة وصرت مع عبيدنا لله فلكم صمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية صح الأبعدي على طول 7-6 يقول لنا وأما الآن فقد تحررنا من النموذ إذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بيعطق الحرف تعاوني فهمها في الأول خالص قال لنا في بداية جديدة أما الآن قد ظهر براء الله بدون النموذ مشهودا لهم النموذ الأنبياء بعد كده قال لنا إلا عمل كده انعطق وبقى زلوه صمر في اتجاه مختلف في اتجاه القداسة يعني وأما الآن فقد تحررنا من النموذ إذ مات الذي كنا ممسكين فيه لشي الناس ما تفهمش غلط النموذ قائم قواصية والمسيح زاد عليها قال أما الآن فأنا أقول ما يعني أما الآن فقد تحررنا من النموذ بوليس بدأ إصحاح سمعة بيقول لنا قصة كده إنه في واحدة متجوزة واحد طول ما هي الرجل ده عايش هي ما تقدرش تتجوز غيره لما يموت تبقى حرة قال لنا كده إن النموذ ده اللي كان بيدنا مات فين على الصليب المسيح قال قد أكمل يعني خلاص بقى أقتل وأزني وعمل كل حاجة يقول لي لا بس لما هو مات خدنا بر الله ويناعايشين فين حياة أكسر قداسة ما لاش علاقة بالقديم ده خالص فبقى السؤال إذ أما الآن فقد تحررنا من نموذ اللي كان بيقول لي أنت خاطئ ليه أصلي خط بر المسيح خط بر الله الذي جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه حتى نعبد بجدة يعني هنبطل عبادة مش هنبطل وصية بس الوصية هتبقى بقى الجديدة بتاعت المسيح سمعتم أما أنا فأقول مش القتل بالقيد بس للثاني ممكن يقتل مرات ومرات عديدة في اليوم الواحد عناية ممكن تزني مرات ومرات عديدة في اليوم الواحد يقول لي جدة الروح هتخلي في خط جديد اسمه أما الآن قد تحررنا من النموس سرنا تحت النعمة مش تحت النموس زي ما قال بولس الرسول يجي يقول لي طيب والسلوك بتاعك هتصلك إزاي بصوا كده على أفاسوس خمسة ثمانية بولس الرسول مش بيقولنا ان احنا كنا وحشين نص ونص كان عندنا حتت فيها ضلم ما حتت فيها نور قال لا زي ما قلنا من شوية أساني سؤالين ايه في عزاتي مجموعة كبيرة كنا أموات يقولين كده كلمة غريبة قوي لأنكم كنتم قبلا ظلمة ما كانش فيك ضلمة انت كنت الظلمة نفسها أما الآن حط خط تاني فنور في الرب اسلكوا كأولاد النور تاني أسأل نفسي نسأل بعض ونفكر بعض ونفرح بعض يا ترى أما الآن النهاردة أنا فأني حتة أو ممكن أبقى كنت في الظلمة أو كنت ضلمة وبقيت نور وبقى جوايا دلوقتي حتت لسا مظلمة ماشي بس تنقلت بدل ما أنت تبقى الظلمة تخش المكان الدنيا تظلم تعمل حاجة الموضوع يبوز تخش البيت الناس يقولي فلان جه أو فلان أجد فقلنا تاني أن فيه نقلة من نوع جديد قال لنا فيه سمر قداسة من ضمن سمر القداسة الظلمة تروح طب هنعمل دايما يدي يسلكوا كأولاد النور النور بقى جوايا بنقولها في صلاة باكر في القطع وفي الإنجيل كان هو النور الذي ينير كل إنسان النور ده جواكي وجواك مش براية وشكده بسأل نفسي حواري حتى الداخلي وأنا جاي النهاردة الكنيسة ولا وأنا مروح في العربية وفكر في ايه بتطلع ضلمة بطلع سمر قداسة بطلع نور ولا بتطلع حاجة تانية وشكده يقول لنا الخطوة اللي بعد كده شوف نفسك اتنقلت من الظلمة للنور ولسه من الظلمة الداخلية لا في كلوسي لأن كلوسي وقف سكتبه في نفس الوقت تقريبا من السن يقول لنا في أمر إيجابي كونوا النور واسلكوا في النور وفي حاجة سلبية هتبطلها يقول لنا هي ايه في كلوسي 3-8 وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب السخط الخبز التجديف الكلام القبيح من أفواهكم أقول ده عادي كلنا لما بنقعد بنجيب في سيرة بعض كلنا لما بنقعد بندين فلان وفلان وعلان وندين ربنا وندين الكنيسة وندين كل حاجة يقول لي ما ينفعش خدت قرار أن أنت فعلا الشركة والمعية جوة البيت نوقف بعض مش هنتكلم على حد مش هندين حد لما تلاقيني بدين وقفني لما تلاقيني بجيب في سيرة فلان وأفيني لأنه كل يوم بقول أما الآن من جديد استمتع أكتر ببر الله استمتع أكتر بحرية إذ أعطقتم من الخطيئة ولأن الله ينقل لي من مجد إلى مجد الدعوة التي قالنا عليها كده بورس الرسول في كرونس ستانية ثلاثة ثمانتاشر أننا نريد أن نفعل من مجد إلى مجد نتغير إلى تلك الصورة عينها صورة مين صورة يسوع ليس أي حد حتى القدسين كلهم بيعملوا يتغيروا إلى صورة يسوع عشان كده يجي يوعدنا بوعد جميل قوي في آخر أبرانين إصحاح إثناشر عدد ستة وعشرين يقول لنا إيه الذي صوته زعز على الأرض حين أذن لما جيف ما جيف الأولاني وأما الآن فقد وعد قائلا إني مرة أيضا أزلزل للأرض فقط بل السماء أيضا يقول لي كده إذا كان أما الآن دي رحلة كل يوم عندي تفصل زبن عن زبن تفصل عبضية الخطية من عدق الخطية تفصل حرية من النموس إلى قيد تحت النموس من ظلمة النور يقول لي كده في الآخر استنوا واحدة في المستقبل وأما الآن فقد وعد الوعد ده موجود النهاردة بس هيتحقق في الزمن الآخر أني مرة أيضا أزلزل للأرض فقط بل السماء أيضا في مجيء الثاني يقول لي مستني ولا مش مستني ليه بولوس يصر أنه يحط قدام عينينا على فكرة إحنا ما عناش أعمال مستقبلية وبس إحنا بنعينها كل يوم كل ما فتح الإنجيل أشوف الزمن الآتي مستعلا بنقول كل حلو قوي في القديس لا أستخدم بلوك منها ولا تهلكم مرتين ثلاثة قبل كده وفيما هو نتكلم كده أنه سيأتي وقت نصنع ذكر آلام كل مقدس وقيامته من الأموات وصعود للسامة كويس نتذكر اللي حصل لكن نتكلم ثاني المخوف كيف نفتكر اللي لسه يأتي أصل الكنيسة تحط الأبدية قدام عينينا من الكرييشن لحد المجيء الثاني في كل قدس نحن قدام عينينا الخليقة السقوط تدوير الخلاص الخلاص والمجيء الثاني شكرا نيجي في آخر قوان الإيمان نقول وانا ننتظر قيامة نقول إيه نحن مستنيين لأن الأبدية قدام عينينا الكنيسة خليني أختم معاكم بل قال بولس الرسول في كرونسوس وأما الآن يثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظم هنا المحبة يقول انترست في الجسد تبت قوي في أنه يبقى ثابت في حياتي الإيمان والرجاء والمحبة ولكن تبقى عارف أن أعظم هنا المحبة هو مش ومش ندور على موضوع نعمل فيه وعظات لكن فعلا لو ركزنا في كل الإكس بوليس الرسول بيكررها بيرفع فكر الكنيسة كله أما أنتم عالمين هذا ونهار داخلنا آمل الآن في كذا تعبير تاني ممكن نأخذهم الأسباع اللي جاية حسب ما ربنا يقضنا بس نقرأ رسائل رسائل الرسول نحن حولوا يعني إشباعوا بيهم عاد متقدروا وطلعوا المتكررة لنفسكم ممكن حتى بأي لكن استمتعوا بالليلين في كلمة الله وفتكروا دايما القصة الإسكندر أكبر نحن أمام ملك عظيم نطلب منه طلبات عظيمة فيعطينا ما له أخذ الذي لنا وعطانا ما له المجد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبد أمين